بسم الله والصلاة والسلام على خير الانام عليه افضل الصلاة والسلام سلام عليكم حبيبة قلبي و شراكم انتمنى اراكم كامل بخير و على خير وهذا الفيديو تصيبكم بالصحة ولهنا وصفتنا انهار اليوم هاد لي بول و يعني انقاتو يجيب لي كاكاوات والجلجلان من اروع ما يكون عندي 250 غرام تاع مارغارين عندي كاس غربع تاع جلجلان نصف كاس تاع ميزيناء كاس غربع تاع الكاكاو حمصته و رحيته بقشوره و عندي هاداك السكر الناعم كاس غربع و زوج ملاعق ولا مغير فاو نصف تاع الكاكاو انساشي دلي فيو عشرة غرام و زوج حبيبات تاع البيض اللي رح ناخد منها حبة كاملة و صفار هنا في الوريسيبيون ديالي حطيت السكر الناعم انا درت كامل المواد الناشفة مع بعض يعني محبيت اندي لديك تاع زبدة مع السكر و دخدمها اون بوماد و بعد ديالي انا سهلت المهم ما هكا بش تم تم يعني نوجدهم لوليداتي على بلكم اراهم في فترة اختبارات بما لا نديرو لهم يعني هكدا حاجات اللي يعونوهم في الحفظ و يعني يعطيو لهم طاقة بإذن الله هنا كما قلت لكم و ان شاء الله بإذن الله هنحط لكم المقادير في البغدان فوق ولا في صندوق الوصف كما العادة هكدا بجمتلك لكمش كامل هنا يا ساشي قلت لكم الوزن 10 غرام تاع البيكن باودر و ندير حبة بيت كاملة وصفار حبة بيت و ديرو رشة تاع الملح اللي نسيتها انا لكن الفي لا ديفيرونس بيش هديك تبرز لنا نكهة الشوكولة لكما دلنا الكاكاو هكا زيد تبين هديك النكهة اكتر واكتر هنا ناخد غير الصفار و البيض نخلوه يعني للتزيين يعني تتحبات غلاسيتهم بشوكولة و حبات خليتهم هكدا كنعرفو يعني كبار السن ما يحبوش يعني حاجة في هالشوكولة إما لا نرضي بكامل العائلة هكدا دكتوفو معي كيفاش يعني زيينة الحلوة التاعي في الآخر من حد موفق إن شاء الله بونك وغاش كامل اللي راح يجوزوا إن شاء الله بإذن الله نار الأحد وعلى كامل إن شاء الله ربي يوفقكم حبيباتي وأبنائي أنا نسينا وفي نتائج إن شاء الله مرضية منكم هكدا نخلط كامل هاد المقادير مع بعض وذو كان نبقى نزيد في اللفاغين يعني الطحين الأبيض وللدقيق الأبيض حتى نتحصل على عجينة تكون طارية يعني مثل السابلي سواسوا هكدا يعني إن فات سابلي ما نجمش نشوفوها وما نجمش نعجنوها يعني نخدموها غير بأطراف الأصابع حلوة مغضية بمقادير بسيطة موجودة في أي بيت ولي يقدر يعني يبدل الكوكاو ما يحبش الكوكاو تقدروا تستبدله بأي مكسارات كل وحدة لسا مقدورها أنا أعطيتها لكم بمقادير بسيطة يعني غير مكلفة وكامل فيهم الفوائد نعرفو فوائد الجلجلان الكاكاو الكوكاو تانيك اللي هو الفول السوداني كامل فيهم فوائد ونزيدو انغلاسيوها لهم بشوكولات شوكولات تانيك مليحة لسيرفو يعني مليحة للمخ سيبو خساقط لكم يعني غاتو مغدي وصدقوني جبنينا جيدو بفلفوم رائعة رائعة نتمنى ان شاء الله يعني بليز جربوا الوصفة يعني فرحوا بها وليدتكم ورجعوا لي الخبر ولا أبعتوا لي تطبيقتكم في الجروب دينا ولا حتى على الانستغرام ديالي هنا يا لغاتو تاعي انا راني نكور في هكا انا ادتعيني بيزاني انتم اللي تحب توزن توزن واللي تحب تانيك تقدرو تطاليو لابا تتاعكم و تديروها يعني بالطوابع انا ادتعلكم بحاجة يعني سهلة شوفوا كيف شا ندير يعني هذيك الكورا ننبسطها شوي هكا بيدي والا يعني اللي هيها عمرت الله يبارك هذي الكمية تعتني تسعة وربعين حبها و هذي شوفوا كيف شدرت لها هذيك رقائق شوفين يعني اللي ما تعرفش هذو درتهم كما قال لي ما يحبوش يعني حاجة حلوة لي ما يحبوش شوكولة والا ما يحبوش شوكولة تعتزين وانتوما امبعدا تشوفو يعني وش يساعدكم ديرو احنا عندي دو تابلت دو شوكولة نواخ انا استعملت شوكولة سوداء اللي ما تحبش شوكولة سوداء الدير بالحليب احنا نعرفوا باللي سوداء يعني فيها غنية بالفوائد يعني مليحة للمخ كيما قلتلكم درت لدو التابلت درتها هكذا في حلم المائي ووزت لها مغارفة زيت دوبتها عادي ودوك نبدأ نقلاسي الشوكولة عفوا لقاتو اديالي وخممت كما قلتلكم في البركة تعنا يعني الامهات الكبار السن على ما يحبو الشوكولة ايما لادت لهم تزين اخر يعني بلا ما ينضلو الشوكولة تاني كي جبنين سينو لقاتو هدا روعة لي ما يحبش الحلاوة مش حيجي حلوك كامل وهدو اللي بولتاع القفخات هدوك اللي عم يتباعو يعني كاين الوان واشكال كيما نعرفو كل واحدة تدير وش حبت انا قدرت المتوفر عندي هاك دحت نكمل كامل الكمية اللي عندي انا قدرت نص هكا ونص هكا يعني نوعت في هادل قاتو هادا صدقوني طار في السماع بسلامتهم يعني يجيب زف بنين يعني مغدي للصغار وتبنيجة للكبار نرحب كامل بلي نضمو لنا جدد حبيبت قلبي يقولكم مرحبا بكم نورتوني وشرفتوني ولي ما يحبش تانيك يعني مكنش عندكم كمية كبيرة على الشوكولة مثلا ماذا ديري هاكا خطوط عشوائية غير هاكا برق بهذاك اللي ماشا هاداك هاكدا هاكدا يعني حتك تصدي في كمية الشوكولة وشوفوا لقاتو تعنا كيف هجا شوفوا هايليك اربع يعني تزيينت اربع تزيين هاوليك لي بالشوكولة كامل غير بالخطوط ودرت هدايا ثانيك هاداك قطت لك شوفان ودرت لهم هكا نقطة بالشوكولة في الواسط وهذا جلجلان يعني ديروه في البيض هادوك الليبون وبعد ديروهم في هكا بشي حكملكم مليح بس كوين هاداك شوفان طارلي شوية بس كوين مغتستوش بدك البيض وكان عندي بلويتو يعني نورمال موك تنديرو يعني السقليم يديرو في بيض بيت احسن هادا هو لغاتو تعنات عنها اليوم انتمنا كانت لوصفة عجبتكم وتجربوها لأفراد العيلة والأطفالكم نقول لكم حرية حبكم وتموت عليكم لماذا ما اشتركتش نقول لك اشتركي حبيبتي وفعلي الجرس ليصلكي كل جديد وما تنسونيش بالطبع طاج وبدعاواتكم نقول لكم سلام الى فيديو اخر بإذن الله اتهى الله لي في روحكم وفي صحيحكم في اللي عزيز عليكم سلام وفي امان الله وحفظه وبالتوفيق لصغاري الاحباء سلام الاجتماعي سلام الاجتماعي باستمرار بعيدا بعد غاب من جانا اضجح وأق 3000 اشتركوا في القناة